هنفضل نتابع مع قدراتكم ما الذي يحدث في الحوار الوطني ولكن أول ما تبدأ تظهر لنا المعلومات من نتائج هذا الحوار خلونا نروح لخبر تاني النهاردة استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور سلطان الكابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات في هذا اللقاء كان فيه بحث لتعزيز التعاون المشترك بين مصر والإمارات تحديدا فيه الشق الاستثماري وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والاتصالات الرئيس رحب بزيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر مع الإعراب عن تطلعها للدعم بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين كمان استشراف للأفاق الإضافية للتعاون في كافة المجالات خاصة في الخطاعات التي تتمتع فيها البلدان بميزات تفضيلية ترسيخا للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة وكذلك السيد خلدون المبارك رئيس جهاز أشعون التنفيذي لإمارة أبوظبي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن اللقاء تناول التباحث حول تعزيز التعاون المشترك بين مصر والإمارات في الشق الاستثماري وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والاتصالات وقد طلب السيد الرئيس نقل تحياته إلى شقيقه سمو الشيخ محمد بن زايد آلنهيان رئيس دولة الإمارات مرحبا سيادته بزيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر وذلك ترسيخا للعلاقة الأخوية المتينة بين البلدين وما بلغته من مستوى متقدم على شتى المستويات مع الإعراب عن تطلع مصر لدعمها بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين واستشراف آفاق إضافية للتعاون في كافة المجالات خاصة في القطاعات التي تتمتع فيها البلدان بميزات تفضيلية وذلك ترسيخا للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين من جانبه نقل الدكتور سلطان الجابر إلى السيد الرئيس تحيات أخيه سمو الشيخ محمد بن زايد مشيدا بالمناخ الاستثماري والتجاري الجابب في مصر في ضوء العملية التنموية الشاملة التي تشهدها البلاد بقيادة السيد الرئيس وهو ما يوفر فرصا متنوعة للاستثمارات الإماراتية والأجنبية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ككل ومؤكدا في هذا الإطار حرص الإمارات على تعزيز أطور التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصائضة ترجمة نانسي قنقر